مصرف البحرين المركزي والمقيمون قويل عيد الأضحى المبارك للحصول على الأوراق النقدية جديدة الإصدار من جميع الفئات النقدية حيث تعد من الأولويات التي يجب أن تكون حاضرة بعد صلاة العيد مباشرة فهي من أبرز منامح العيد التي تنشر السعادة بين أفراد المجتمع من خلال توزيع ما يعرف بالعيدية التي تختلف قيمتها من منزل إلى آخر إلا أن العنصر الثابت فيها أنها جديدة وتصدر أصوات مع الاحتكاك تبعت البهجة في نفوس الأطفال طبعا المصرف يبتدي يستقبل طلبات البنوك قبل ثلاثة سابيع وتجهيز المبالغ المصرف حددت تقريبا 27 مليون دينار من الأوراق النقدية الجديدة من جميع الفئات طبعا من العشرين والعاشرة والخمسة والدينار والنص دينار طبعا هذه نساهم في فرحة للمواطنين يعني خاصة فترة العياد المواطنين دائما يبقون الأوراق النقدية جديدة وطبعا المصرف يوفر هذه الأشياء دائما في فترة العياد والمناصبات طبعا وقبيل حلول عيد الأطحى المبارك يحرص مصرف البحرين المركزي على توفير فئة الأوراق النقدية الجديدة وتوزيعها على كفة البنوك في البحرين حيث تتم مضاعفتها لإرضاء رغبات المواطنين والمقيمين لمشاركتهم لحظاتهم السعيدة وتوزيع هذه الأوراق النقدية كعيدية طبعا الطلب يكون في ذي الفترة دائما على الفئتين الصغار اللي هم نص دينار والدينار طبعا نحاول نوفرها بأكثر كمية ممكنة على أساس الكال يكون مستانس في هذه الفترة وفرحان خاصة الصغار دائما استانسون بالأوراق النقدية الجديدة فنحاول نوفرها جائما بكمية كبيرة وتكون قد الطلب نستلم من البنوك طبعا بعدين فيه إضافة في البنوك آخر يومين أو ثلاثة يوم تطلب كمية إضافية ونوفرها لهم وبالرغم من وجود التحويلات الإلكترونية المختلفة إلا أن الدينار والنصف دينار هي الفئة الأكثر طلبا في العيد فالعيدية لها ارتباط وثيق بالعيد وتضفي أجواء ثابتة على مر الزمان أوراق نقدية جديدة لفئات الدينار البحريني يحرص مصرف البحرين المركزي على مضاعفة إصدارها بالتزامن مع اقتراب العيد تلبية لرغبات المواطنين والمقيمين بتوفير العيادي حتى تكتمل فرحات العيد خصوصا وإن العيدية تعد عرفا أصيل من أعراف العيد خلالي جرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر